من جنوب لبنان أحمد سنجاب مرسل القائرة الإخبارية معنا الآن أهلا بك أحمد في هذا الليلة الدامس والصورة خلفك يعني تنم عن ربما هدوء نسبي هل صارت الأمور أو كيف صارت الأمور يوم أمس وفقا لما أعلن عنه حزب الله من استهداف عدة ثقنات إسرائيلية نعم تحياتي لك في البداية بالفعل الهدوء الحذر هو المسيطر على الجنوب اللبناني في هذه الأثناء وربما ليلة غير مسبوقة وغير معهودة من ليالي الجنوب اللبناني التي تغيب فيها المسيرات الإسرائيلية وأيضا الطائرات الاستطلاع التي كانت في الأوقات السابقة تسيطر وتحوم فيها الأجواء اللبنانية وذلك بعد يوم من العمليات التي يمكن وصفها بالمتوسطة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 12 اعتداء على البلدات الجنوبية اللبنانية على مدار يوم أمس ومن بين هذه العمليات أربع غارات جوية بالطيران الحربي استدفت عدة بلدات من بينها بلدة بليدة وعيدة الشعب وكفرة ومروحين وأيضا كانت هناك غارة مسيرة استدفت أيضا بلدة كفرة التي سقط فيها أحد عناصر حزب الله قتيلا جراء هاتين الغارتين على البلدة كفرة في الجنوب اللبناني كان هناك قصف مدفعي أيضا استدفت أطراف عدة بلدات في الجنوب اللبناني من جهة حزب الله فقد نفذ ثماني عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية من بين هذه العمليات ثلاث عمليات نوعية العمليات النوعية من بينها عملية تجاه قاعدة رموت نفتالي الأسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني وكانت عملية مركبة استخدم فيها حزب الله صواريخ الكاتيوشة وأيضا المسيرات وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات لبنانية في الساعات الأولى من يوم أمس بالإضافة أيضا إلى مساء أمس الأول العملية الثانية أيضا من العمليات النوعية كانت بيئة المسيرات تجاه موقع عسكري مستحدث بالقرب من سكنة يعرى الإسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وكانت أيضا بيئة المسيرات الهجومية أما العملية الثالثة النوعية فكانت بمسيرات تجاه قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني العمليات النوعية الثلاث كانت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات لبنانية وأيضا مقتل سيدة في بلدة قبريخة ومقتل أحد عناصر حزب الله في بلدة كفر كلا على مدار الساعات الثماني والاربعين الماضي أما باقي العمليات الثمانية فكانت هناك خمسة عمليات هذه العمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية في العمليات التقليدية أو باتت العمليات المعتادة من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية ولكن ربما الهدوء الحازر يسيطر على الجنوب اللبناني منذ الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس وحتى الآن حالة منها الهدوء التام على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية حتى أعمال التمشيط أو أعمال الاستطلاع فهي جابت أيضا خلال الساعات القليلة الماضية طيب أحمد هذه العمليات النوعية المركبة التي أشرت إليها بالتفصيل لأي درجة بتعكس أن حزب الله لديه خطة تعمل بشكل تلقائي بمعنى أنه هل هو رد فعل العمليات العسكرية الإسرائيلية أم أنه بيبادر في بعض الأحيان بنجوم على بعض الأماكن والمنصات والثقنات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن العمليات الكبرى التي ينفذها الحزب من الجنوب اللبناني والتي يستخدم فيها الصواريخ والمسيرات تكون ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في إطار منظومة أو المنظومة التي يصفها حزب الله بأنها منظومة الردع والرد على جيش الاحتلال الإسرائيلي حال العدوان على الجنوب اللبناني فجأت العمليات النوعية الثلاث في إطار هذه العمليات وفي إطار السائر أيضا للبلدات اللبنانية وللضحايا الذين سقطوا سواء بين قتيل وجريح في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية جراء الغارات والعدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية اللبنانية بخلاف ذلك فهناك العمليات التقليدية التي تستهدف مواقع عسكرية وسقنات عسكرية إسرائيلية وأيضا مباني يستخدمها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي دون إيقاع أي خسائر مباشرة في الأرواح في جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي باتت العمليات المتبادلة على طول الحدود الجنوبية في إطار ما يسمى بمنظومة الردع على طول الحدود الجنوبية اللبنانية لكن الملاحظ في هذا الأمر أن العمليات التي نفذ حزب الله على مدار يوم أمس وأيضا على مدار أمس الأول هي استهدفت مواقع عسكرية سبق استهدفها أيضا بإما بصواريخ أو بمسيرات وهو ما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما فاشل على مدار الأيام والأسابيع الماضية في الحق خسائر أو هزيمة أو أيضا منع حزب الله من استهداف هذه المواقع واستخدام المسيرات واستخدام الصواريخ بكسافة من الجنوب اللبناني تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية ربما كانت المستعمرة الوحيدة التي استهدفها حزب الله هي كانت مستعمرة مردخاي استهدفها أمس وكانت هذه العملية ردا على استهداف عدد من المناطق المدنية في الجنوب اللبناني شكرا لزميل أحمد سنقاب من جنوب لبنان